من طبيعة هذا التسلسل لهذه الأحداث الخطيرة في نقاط مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية بالحرسة الثورية الإيرانية حادثة يوم أمس هل تعتقد بأننا أمام أعمال منطقية من المنطقية أن تفسر بأنها تأتي من طرف كإسرائيل في ظل كل ما جرى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ نعم أعتقد بأن ما نراه هنا هو عمليات ضد أهداف إيرانية معينة لا أعتقد بأن هذه العمليات أو هذه الحوادث قد تسبب فيها أي زلزال أو هزة أرضية عندما تنصب هذه المرافق فأنت تبقيها خارج مناطق الزلزال فإذن أيما كانت الدولة المعنية بهذه الحوادث فأعتقد بأنهم يستمتعون بهذا التقدم الذي يحرزونه وبأنهم يهاجمون هذا التقدم في البرنامج النووي الإيراني والمعلومات المخابراتية التي تذكر بأن إيران تسير على قدم وساق في برنامجها النووي وما ندعوه الذي يتعارض مع الاتفاق النووي فإذن نتوقع أن نرى المزيد من ذلك مستقبلاً ولا أرى أي سبب يدعو لأن يكون هناك توقف لهذا النوع من العمليات إلى أن يكون هناك نوع من الاتفاق النووي بموجبه في سياسة عدة طول يذكر بأن إيران ينبغي أن ترفض كل تطوير لسلاح نووي ترجمة نانسي قنقر